دلوقتي مشاهدين معاد موجز لهم الأخبار معالميا شكرا لك شازلي التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كريسيتو روى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية اللواء بحري جوزيبي دراجوني بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين ودفع أطور التعاون التنائي على مختلف الأصعدة لا سيما في المجالين العسكرية والأمنية من جانبه أشهد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهرية في الحفاظ على الاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرات الهجرة غير الشرعية وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لسيما البترول والغاز جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريستمان من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية مشددا على التزام أباتشي بشراكاتها الراصخة مع مصر في ضوء توفر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة في البترول والغاز الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الانتاج خلال الفترة المقبلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية على أن هناك توقتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبا للإستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما شدد الرئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توفر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية تعقد لجان الحوار الوطني اليوم جلسات حول بعض قضايا المحور المجتمعي بمشاركة ممثل الأحزاب والقوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع هذا وتعقد لجان أربع جلسات تخصص جلستين منها لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال وجلستين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن على هامش الاجتماعات الوزرية التحضرية للقمة العربية في جدة وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرمة في مارس الماضي وتبادل وزراء الخارجية خلال الاجتماع وجهة النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة بما يضمن التنصيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة قال الجيش السوداني أن الموقف العمليتي مستقر بجميع الولايات عدى أجزاء من العاصمة مشيرا إلى توجيه ضربات لقوات الدعم السريع في شمال الجيل وجنوب الخرطوم لفتا إلى سقوط قتلى بين قوات الدعم وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع أكبرت عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها كمقرات ونهبت محتوياتها إضافة إلى الاستمرار في تخريب المرافق الخدمية ونهب البنوك والمحال التجارية قال مسؤولون أن قتيلا سقط في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في مدينة أودستا بجنوب أوكرانيا فيما أثار حطام متساقط خلال غارة جوية حريقين في نواحي الشرقية من كييف وأضاف المسؤولون أن الشخصين أصيبوا في الهجوم على أوديسا وأن حريقا اندلع في مباني غير سكنية في شرق العاصمة وأضح المسؤولون أن كييف هو جيمت بصوريخ كروز وأن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها رياضيا تأهل منشستر سيتي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لقرة القدم بعد فوزه برباعيات نظيفة على ريال مدريد في إيابة دور النصف النهائي للبطولة وأنهى منشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما برناردو سيلفا وفي الشوط الثاني عزز الفريق انتصاره بهدف عكسي سجله ميليتاو مدافع ريال مدريد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه واختتم البديل الفريزة التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع وسيلتق منشستر سيتي مع انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في يوم العشر من شهر يونيو مشاهدين انتهى مجزء التاسع ونعود لإستكمال بقية فقرة صباح الخيرية نصر بعد الفاصل